في ناس في حياتنا ما يعرفوش يعدوا اي حاجة بسلام ولازم يجودوا لحد لما الكل يشاور عليهم بالبلد كده تقدروا تقولوا ماشيين بمبدأ تخالف تعرف والكلام ده بينطبق على الفنانات اللي بيظهروا عكس زميلهم في المهرجانات لمجرد انهم بس يركبوا الترند والكل يشاور عليهم تعال اقول لكم مين اصحاب اسوأ الاطلالات في مهرجان الجونة 2023 ازاي ما في ناس في حياتنا بيحبوا ياخدوا اللقطة في فنانات بيعملوا كده برضو بس للأسف وبالبلد كده جدت كحالها عمتها وده اللي حصل في مهرجان الجونة في دورته السادسة 2023 وهنقول لكم على اسوأ فستين النجمات المركز الاول كان من نصيب الفنانة ياسمين رئيس اللي تعاونت مع مناصقة الازياء نادا حسان واختارت فستان من تصميم تيم عابد وكان باللون الابيض وبحزام عند الخصر من نفس خامت ولون الفستان وقبل بدء المهرجان بساعة قدرت تعدل على تصميم الفستان الاصلي بسبب خفها من هجوم الجماهير عليها وازدهر خلال الافتتاح واستبدلت ياسمين الريش الموجود عند منطقة الصدر بنصف دائرة سوداء واضافت كيب وقفة ذات سوداء ووصل سعر الفستان قبل التعديلات لتلات تلاف متين سبعة وستين دولار وفي المجمل الاطلالة كانت سيئة جدا ومش مناسبة للمهرجان الفستان الثاني كان من نصيب الفنانة عولا رشدي اللي ارتدت فستان باللون الاسود بصيح تلكت مزود بكرانيش على منطقة الرقبة واعتمدت على مكياش قوي استاعد على ابراز منامحها بشكل جزداب واختارت ان تكون تصريحة الشعر ملموم ومرفوعة للأعلى الفستان الثالث من نصيب الاعلامية انجي علي اللي ظهرت خلال الافتتاح باطلالة غريبة وارتدت فستان واسع وطويل باللون الاسود والابيض من تصميم مفتوح من الاسفل واختارت انجي حقيبة باللون الاسود مع حزاء اسود شفاف مناسب مع اطلالتها وظهرت بتصريحة شعر مرفوع وكملت اطلالتها ببعض الاكسسوارات باختيار قرتين من اللون الفضي مع عود واتعرضت انجي لهجوم كبير من الجماهير بسبب فستانها الغريب واللي ما كانش متناسق معاها على الاطلاق وبعض المتابعين قالوا هو ده فستان ولا جلبية يا نجمة وقال متابع تاني هو موضة الشارلستون رجع تاني ولا ده رجل الفيل يا انجي الفستان الرابع كان من نصيب الفنانة الكبيرة يسرى اللي تعرضت للهجوم وديه من الحاجات الندرة وده بسبب فستانها اللي كان عبارة عن بدلة واسعة اوفرسايز باللون الاسود مع رباط حول الخصر وحقيبة الكلاتش الخضراء والحزاء الاسود اما البنطلون فكان بستايل بنطلون الكارجو اللي كان فيه جيوب جانبية كبيرة مع لمسة الاطراف الديقة عند الكاحل وتعرضت لموجة كبيرة من الصخرية وكانت بعض التعليقات زي ايه ده يا فنانة بدلت غطس ولا فستان دي اخيرا لقينا شنطة فطوطة انتي بلبسك ده ما بقتيش يسرى انتي حد تاني ما نعرفوش احترمي سنك ومقامك يا فنانة اما اغرب اطلالة بقى فكانت من نصيب الاعلامية بوسي شلبي اللي بتبهرنا في كل مهرجان فني عن اللي قبله ورغم الانتقادات الا انها ما بتحرمش بوسي شلبي قررت تخالف تعليمات ادارة المهرجان بارتداء اللون الاسود وارتدت فستان في الديبيل مع وهاجمها رواد السوشيال ميديا وشبهوا اطلالتها باطلالة افروديت وهي شخصية كرتونية شهيرة خلال فترة التمانينات والتسعينات وكانت صديقة مازينجر الشخصية الكرتونية الشهيرة وصل سعر فستانها ل 1500 دولار رغم انه سيء جدا وما فيهوش اي لمسة جمالية ومش مناسب عليها اكتبونا في التعليقات ايه اكتر اطلالة شفتوها غريبة وهل في اطلالات غريبة تانية ما تكلمناش عنها